ساعتين للخمسة متعاشية هي وجه تونسي جميل جدا قلبا وقالبا وتشرف تونس وتحمل رأي تونس خارج حدود الوطن كأجمل ما يكون راقية إلى أبعد الحدود اليوم مش أقول لها الكلمة يقول ليش بالكل في الكواليس لأنه اكتشفتها نعرفها بالطبيعة كما الناس الكل من قبل ولكن اكتشفتها عندما التقيتها في كأس العالم في قطر ولمست إنسانة أخرى المست أهلمية المست شخصية تونسية وامرأة تونسية تتطور يوما بعد يوم وتسعى بش تكون في الصفوف الأمامية وصفوف الأمامية تليق بها وإن شاء الله يكون من اسمها نصيب نحكي على أميرة الجزيرة ديتكنا اليوم مرحبا مرحبا بك ومرحبا بسيدة المستمعين لكل عطيف يعطيك الصحة على المقدمة لحلوة المزين شوية هكا وجهك المزين شوية هكا فرحنا برشا أنك بحبية الاستضافة هذي كل مرة نتخالف وتبدأ أنت مسافرة هنا شفت قدش ما نحب وإحنا نبحثينا خطفناك قبل ما ترجع للقطر أميرة بش ترجع لي استقناف العمل متاعك أنا اليوم حابت نحكي برش على الجانب هذي على التجربة هذي اللي راوى أنه حتى في حيواراتك ما يشق على تاخذ فيه نصيب الأسد ده دونك اليوم ماينا نحب نركز على هذا الجانب اليوم كن برشا نيس قعدوا في صورة أميرة الجزيرة على يمكن ثلاثة جهات أميرة الممثلة متعمكتوب أميرة الانستغراميز المزيينة اللي دي ما تقدم في صورة جميلة محتوي جميلة ومحتوي راقي وأميرة زوجة يوسف المساكني السابقة دوك قادوا في النقاط هذوما الثلاثة ويخفى على العديد وأنه أميرة تطورت في المجال الأعلامي اليوم عندها تجربة تقريبا أكثر من عامين هات ندخل لهذا المجال مش مش نعوده للكلام اللي قلته قبل أنت قلته أنه اخترت التواجهة إلى الأعلام أكثر بين التمثيل تجربة التمثيل ما توصلتش بالنسبة ليك عليش هذا الاختيار شوف هات نبدوها بالحاجة حاجة كما قلت أنت تجربة الأعلام أنا حقيقة أنا بتديتها من تونس متأول ما بدايتي في الإعلام كانت في تونس كانت مع قاناة الحوار التونسي بعدك قاناة التاسعة وبعد توصلت في قطر وبحكم أنه ماشاء الله جبت بانوتين ثمك التوند غيري صار التقطعوا بعدك كيف ما تشوفوني اليوم بالنسبة للتمثيل التمثيل هو بداية المسيرة في التلوز خلينا نقول بداية الشهرة بداية واحدة كانت العليقة مع الكاميرا من الأول صحيح كانت تجربة حلوة برشا ونجحة برشا وقتها الضرب المسلسل بالجدي في رمضان والبخسناج بخسناج رملا في حد ديت وأنا كانت انتلقتي مع نضال استعديك أنا كانت تجربتنا الأولى في تونس وكل واحد شد طريقه أنا شديت طريق الإعلامي اللي هو صراحة يستهويني نلقى فيه راحتي نلقى فيه أميرة لي أنا نعرفها وهو شد في تمثيله ما شاء الله عليهم عندها ولا من أبرز وألمع اليوم نضال السعدي آآ بالنسبة للتمثيل ما توصلتش كي ما قلت لك ما تخمامش تتواصل ما ترجعش للتمثيل والله ما تعرفش على الدنيا ما تعرفش عليها شوف أنا أول ما جيت لتونس المرة هذي تقابلتنا وسامي سامي فهري عادة نضحكو قال يا سمع المرة هذي بش نولي نبعث الخديجة وغالي التمثيل وهم اللي معنيين وعنا يمشي والماثلو وقت بدي التجاربك في تونس ما رحمتكش الصحافة وقتها ما رحموكش على أساس وأنه مخذت خاطر على أساس وأنه بنت قناة الحوار التونسي على أساس خاطرها زوجة المساكلية هو أشوف جيت مع بعضها تزامنا مع بعضهم مع أنت التجربة والزوج جين بعد ما أنت تعرف الكورة وجماهير الكورة مع أنتها لهم كل الاحترام والتقدير ولكن عندهم غيرتهم على دومينهم عندهم غيرتهم على الملعب وملاعبيتهم دونك يحبوا ينسبوا كل شيء معانتها للكورة فهمت هو صحيح معانتها كانت زوجي بيوسف معانتها ساهم في شهرتي بشكل كبير جدا ولكن يعني هذا ما يعنيش أنه أنا كانت عندي أعمال أخرى اللي هي خليتني نوصل للمحل اللي وصلت له أنا اليوم بقي طاغي اسم يوسف المساكني على أميرة الجزيرة معناه اليوم نحط جوجل نحط أميرة الجزيرة أول حاجة تطلع لي زوجة يوسف المساكني معناها بخكوخ كميم خدمة حضور أعليمي أنا ديته بعناية معناها فيك بلاستيك بالكديل في قطاره مش سهل هذي ولكن قاعد باقي طاغي يقلقك هذا لم لينا نعرفه أنه أنت قاعدت محافظة على علقة جميلة وهذا ممتاز ليه بالعكس ما يقلقني يشتاف عليش تلقاه أنت زوجة يوسف المساكني لكل خاطر العباد حبونا وحبوا قصتنا معنا إحنا ستين يستغدى موغ هنا كمونسين بتخطو معنا مزلنا صغار وكل والعباد عاشوا معنا بلحظة بلحظة قصة حب توجد بالزواج ومبعدي كالصغيرات وكانت كيمة المسلسل وما يتابعوا فيه فهمتا تقعد هليكا تقعد ديما ويوسف إيه لما تا شنو معنا إيه لما تا لا ما زلت ما زلت فما مفاجئات إن شاء الله مع يوسف مع عاش طوينا قد بش نحكي على العلمية نلقى روحي نحكي على يوسف يعجبك شي تا أنت عباد خاطر الصورة الأخيرة في عرص رجعنا في برشة تساؤلات برشة تساؤلات خاطر علاقتنا طيب جدا وكيمة خلت قبل حتى في لقاءة قبل إحنا عائلة وهذا ما وش بشي تبدل مهما كنت معتا وش بشة تساؤلات خاطر وش بشة تساؤلات خاطر وش بشة تساؤلات خاطر صحيح برشة خدمة بش توصل أنت تتور من مرحلة لمرحلة لازمك برشة خدمة وبرشة خدمة على يعني على المستوى الذاتي وحدك مع روحك معنا تهم أبارين والخدمة أنك تسعى أو رب يقول لك أسعى وين نتعطيك ونرزقك أما أنت زادة عندك جانب كبير لازمك تحق ومينت تطور داخليا بالنسبة للروحك معنا تهم معنا كخدمة على مستوى نفسية على مستوى كفائتك عم مستوى أدائك ديما تتعلم عمرك ما تقول ليه صحيح نتوى وصلت أحسن واحد في الدنيا معنا تبع ما كانت خدمتك شنوى ليه ديما نتعلمه هو واحد يبدأ حتى سوى سانديسان معنا سبعين سنين ثمانية سنين ومازال عنده ما يتعلم مازال ما يكتشف الحياة ومازال ما يتضم الحياة حتى معنا ت أنا جميع وسمم معنا ما تصرش ما تقولش صحيح راني كملت وراني فهمت كل شي وراني نعرف كل شي لا 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 ودخلت المجال الصعيب الأعلم الرياضي اللي هو الوجوه النسائية في الأعلم الرياضي ماهيش برشا هو صعيبة صحيح هو ماهيش برشا ولكن في قطر في المكان اللي أنا نخدم فيه ماهي معناتها سيكومة موجودة معناتها تواجد النسائي في الأعلم الرياضي موجود بكثرة لحقيقة نشوفه في في الكيس كيف كيف حتى في القنوات السعودية المنافسة في القنوات الإماراتية كلها كيف كيف في فرنسا في أمريكا صف في تونس كان في تونس كان في تونس صحيح حكر على الرجال ودايغ هنا وقت اللي دخلت في الأعلم الرياضي فما برشا انتقادت جيتني ونسمع فيها بانفة كواديس أما توصلني معناتها كيفيش هي جيبها للرياضة وهي جيبها معناتها هو الإعلامي إعلامي في الأخير معناتها أنت اليوم تقدم محتوى رياضيغود وتقدم محتوى اجتماعي أنا اللي بديت بها تجربتي في تونس كانت محتوى اجتماعي معناتها كنت كنا نيخش مواضيع اجتماعية مواضيع حتى قدمت برنامج متعكوجينة فهمت معناتها تلمس العائلة مواضيع اجتماعية تنجم بعد تولي مواضيع سياسية تنجم فهمت معناتها الإعلامي ما هوش محصور بالنسبة لإعلامي النجم يكون بوليفالان يقدم كل شيء بيانسور وبعدك هو وشنا هو اللي يتميز فيه خطر ما النجموش كنا نتميزه في كل شيء كل واحد فينا يتميز في حاجة كل واحد فينا يعتخير في مجال معين على ذيك مغرومة بالرياضة أنت أنا مغرومة بالرياضة صحيح مغرومة بالرياضة مقبل مقبل نحاب الرياضة ونتابع الرياضة ولكن أكثر أنا مغرومة بالسياسة ذيك علشو نقول لك مع أنت لازم تنوع تجربتك خطر أنت دي ما تقعد تكتشف في روحك وتكتشف في مهاراتك وفي شنوة توجهاتك شوية شوية لين تعرف شنوة الحاجة صحيحة لازم تشد فيها أميرة أنت مكشور يجتم مع هات الصحافة ولكن قبل ما تبدأ أعمال دورات عديدة في التقديم في معهد الجزيرة للأعلم مهم اليوم التكوين الأكاديمي قبل خوض أي تجربة أعلمية أكيد أكيد جدا أكيد أنا قلت لك مع أنت عملت تجربة في تونس إن كان من التمثيل ولا من الأعلم ولكن حسيت روحي كمشيت غاديك وليون نيفو يتم بو كيسح شوية برابور التونس وصي سي سي غيو فهمت مش لعب كيما نقول الزلقة بفرقة أخير معنت خرجت معنتها معاهد متاع اقتصاد وفهمت حاجة بعيدة شوي على الصحفة عندي صحيح للمهارات الموهبة موجودة ولكن يجب ثقلها نجم تدخل بها المعارك الحي قلت لقبيلة في الكواليس من عشر نجم وقول هذي يا ولي تخمم بش تدخل برنامج سياسي أكيد بش تزيد دورات تدريبية أكيد أنا أنا حقيقة سياسة تستهويني ونتبع برشا معنتها سياسة شوفت كنا حتى على تويتر على يعني تتفاعل مع القضايا شخصية معنتها صراحة ولكن ما انتا نهارت اللي بش نحط سيقي في الإعلام السياسي أكيد لازمني معنتها إعادة سقل للمواهب الكل خاطر ما هوش ما انتا سيلا ممشوز كإعلامي بش تقدم وكل ما لازم معنتها خلفية أعمق برشا معنتها في السياسة خاصة في قطر ولا نجمو نشوفوك في برنامج السياسي في تونس والله عليش لي في تونس ما مزلت المسألة مش مطروحة توقع لما ما خاطر شوف جاني عرض من بلاسة أخرى مش في تونس هو مش في قطر بلاد عربية بلاد عربية المشكلة متمركزة في قطر حياتي كل شي في قطر حتى مشريعي في قطر وموري كل شي في قطر ابنيتي في قطر نشوفو الموضوع وانشاء الله لي في الخير ربي سهلك ربي سهل فيه بي مزينا بش نحكيه بش نحكيه على أميرة الجزيرة وقت كأس العالم بش نحكيه على حضور تونس مع أميرة هنا دمريتا شمية ريحة تونس لبسة تونسية عالم تونس وتقطية كأس العالم بش نرجعه لبعض التفاصيل هذه بش نحكيه على الجانب آخر نشاطك في المجتمع المدني تخدم في خدمة كبيرة برشا في قطر وتونس وعلى النطاق العربي خليكم معنا في المتابعة حوارات نقاشات أخبار ربح عديد الفقارات دوسي دي ما نفهم كاملين معكم مع ضيفتنا أميرة الجزيرة الأعلمية التونسية المتقلقة في قطر وفي تونس متعلقة لأنه عندها جمهور كبير يتبع فيها في تونس حينا نرجع معك شوي أميرة لفترة كأس العالم والخدمة في الفترة هذي صحيح أنت بتبيعتك في قناة رياضية ولكن نتصور الاستعدادات ما كانت شي عادية معناها قبل فترة طويلة بداية تشويق الكأس العالم بدأت الخدمة الكأس العالم كيفش كان العمل من الداخل وانتي جزء من المشهد المشهد الأعلام الرياضي في قطر صحيح التجهيزات ولكيس العالم كنت كبيرة برشا مع أنت على مستوى القناة وعلى مستوى الإعلاميين اللي بشغطيوا في قطر وحتى لجيين من خارج قطر ولكن كذلك على مستوى الدولة وإحنا كنا عايشين ولحظة بلحظة يعني شفنا تطور قطر من معانتها عندي سبعة سنين في قطر معانتها تشانجمو كبير تطور كبير وتعيشو كل يوم معانتها البنية التحتية البنية التحتية على ديك نحكي لك المترو والستادات اللي تبنيت نزل صحيح بارشا حاجات معانتها متى مؤخفوز للبلاد كاملة قعدنا عايشينها صراحة حتى لإخر جمعة قبل المونديال نذكر وقتها لكلنا دهشين ونقولوا كيفيش العفاد بشدي وكيفيش الدنيا هذي معانتها اللي تخفو مازلت محلولة ولكن فينا الموام معانتها كملوا كل شي يعطيهم صحة قبل الوقت وعطاوا تصويرها بها للكورت القدم معانتها بيئة عربية وبيئة قطرية يعطيهم الصحة وكذلك سهموا الجماهير احنا محلين وحبونا وحسيتهم اتطبعوا بتباعنا حتى شفنا برشا مشاهد شبابة برشا من بغيزيل من الارجنتين من كل بلاسة معانتها لابسين حويش متاع عرب ويش تحوال موزيكة عرب صحيح دونك احنا في الاعلام كيف كيف سيت الممشوز معانتها فما برشا عبيد برشا معانتها عناصر انضمتلنا كوسوسوها ديزغوبية حتى في قناة الكيس ديزغوبية وكل زدنا في برشا فمت بش نجم تغطي خطر البث كنا بث مباشر 12 ساعة وال12 ساعة بث دونك محتاجين اكثر مذيعين بشي غبطيو انا شخصيا معانتها نوقت بالخمسة سويع بث مباشر كنت متخوفة كنت متخوفة خطر معانتها لازمك نجم تكمل 30 يوم 5 سويع بث مباشر سي باي فيدان وانتي تعرف المباشر معانتها تنجم تصير لك معانتها حاجات غير متوقعة تتقص تبدأ معاندكش ميدة اعلامية بش تغطي بيها معانتها لغو بختاج لازمك انتي تعبي الكاميرا وتعبي الفراغ هذيك اضافتلك برشة تجربة العالمية في كأس العالم بيها شويخ اضافتلي برشة وخاصة زادت تجربتي في كأس العرب زادتك كيف مباشر اضافتلي برشة خطر المباشر انتي تعرف معانتها بيها شويخ عندك ولا ما عندكش عندك وما عندكش وما فيش نقاش وتحطك قدام الامر الواقع وما عندك حتى حل ومعظم الوقت يكون ما عندكش تحذير مسبق تدخل كما انتي فهمت تدخل وبره العميل على ربي دونك تجربة مثرية صراحة وتزيد كبرشة وتعلم كبرشة شوفنا زادة اميرة مع اسمة كبيرة في عالم الرياضة وانك تكون جنبا الى جنب مع الاسمة هذية فرصة لم تتعتاش لأي اعليمي في المجال الرياضي شو اهميته هذية بالنسبة لك والله انا بالنسبة لي تجربة مثرية تزيد في كرييري وتزيد في تنفعني في كرييري كما قلت لك في المسيرة المهنية على صعيد الشخصي انا ما نفرق بين العبيد الحقيقة بالنسبة لك نقعد مع هذا اما بالنسبة ممكن للكريير متاعي والتجربة تجربة الاعلامية ممكن تطريلي صحيح تطريلي صحيح انا كتكون مع مع بايد من ابرز الاسامي اللي في كورة القدم ولا حتى في مجالية الاخرى حتى في الفروسية حتى في ريافة كورة السلة كيف كيف ممكن رياضة الكل نحب نذكر السيدة المستمعين يتبع فينا وانو اميرا جزيلي حواراتها زادة الى جانب العربية انا نشوف حوارات مكنش من شروط العمل وهم حتى الموضيعين اللي متواجدين معنا في القناة مشكل لهم مشكل ميت صراحة ما هو سيتان بلوس ديما انتي قدم عليش نا ديما نقول الانسان قدم يتقدم ويتعلم ويزيد يثري من نفس ولي هو الربح لك انتي اذا كان انتي اليوم تتكلم عربية فرنسية وانجليزية وزيد هم اذا كان تزيد لغة اخرى يعني عيما حاجة تفيدك انتي اكثر من الناس الاخرين هما ما يتلبوش منك ولكن هذا يزيدك لك انتي لتصوير انتي لتجربتك انتي دونك انا ننصح صراحة انا الشباب الكل واحنا شفنا توا معنطها الفترة هذي اللي نجحوا في الباك توا اخذوا الوغيانتسي بتاهم هكا انا جست العباد اللي تبعني وتحبني وكل نقول لكم انا راني ما تبعتش الحاجة اللي حابيت عليها انا وقت اللي كنت في الباك جاي 6 دو موين كنت نقرأ لسي بيلوت معنطها متفوقة 6 دو موين 6 وكالك صوف كنت حابة نمشي مدسين بش نهبل عالم مدسين ما وصلنيش سكر جتي تخيط وقتها كيفاش مشال يوش خطر معنطها فوغمسي بتاعي ما هيش في دومين الماركوتينج ولا كونت بل اللي هو ما يو فنال اليوم نلقى روحي في دومين واحد اخر زيدة معنطها ما تيأسوش ما تيأسوش اللي بش تختار فما حاجات شو احنا نختار وفي اللخ ربي هو اللي يختار ربي هو اللي يكتب ره وزيد ربي وجهك للحاجة اللي هو كتبه لك نجم انت تحب مدسين ما هو كتب لك حاجة اخرى جملة تبع خط الحياة وشوية شوية شوية توصل المهم العمل والاجتهاد معنى هايزم واحدك يبدأ في اي مجال يخدم عليها سريزم مش تاخد ومعنى انت توجهت للي هاشوسية كان جيت حدي يخط يقلق ويبطل ولي كملت ونجحت بتميز وتخرجت وزدت الحمد لله الحمد لله وزدت وبعدك خطر الانسان يقدس رحلة الحياة انك تكتشف نفسك يوم عن يوم وساعات انت تخال روحك به فك الحاجة وانت تطلع به فك الحاجة الاخر فهمت غيالما معنى انا خذ تجربت خدمت في شركات وبدلت الماستيق متاعي وماركتينج خدمت بها الماستيق متاعي ما حسيت لي مش هيدا انا مش هيدا فهمت بعدك تجربت زعيتت لوحدة ومن تمثيل نلقر فهمت مع تأفير حلو تكتشف مع نفسك في الاعلام اليوم ترا روحك عالمية اكزاكتما فو جميل اشي بخيز وكهو ما تأيسوش او ممتون اميرة جزيلي مهم وانه تكون حاضرة كامرأة المجتمع وانه تكون حاضرة في المؤتمرات في يكون عندك نشاط جمعيتي صراحة مهم بالنسبة لي على الصعيد الشخصي ولا حتى المهني كذلك انا قلتلك مع انت من اهتماماتي هي السياسة عليش مش في حد ذاتها لانه السياسة لانه فيها جانب انا النجم نعطي فيه فهمت مع انت النجم نفيد به حتى ولو بالقليل مع انت هو الفرد فينا هو المجتمع شنو ومجموعة افراد كان كل فرد فينا يزيد حتى شوية 0-01% تتحسن الوضعية اذا كان انت تشوف روحك عندك وعندك حتى ترف انرجي حتى كلمتين تنجم تزيدهم فتسهم بهم لذلك انا من قبل مع انت كنت ناشرة في المجتمع المدني في جمعيات في مع انت تظاهرات اوكازيونال متاع البرد متاع الرمضان متاع الفمتشن توا بحكم تطور الاشياء واني كبرت ومع انت حتى انا افتحت المشاريع متاعي انضميت لمجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع اللي هو مع انت اسوسيشون تونسية وهزينا الاسوسيشون هذي القطر وعملنا شراكة مع الرابطة القطرية لسيدة الاعمال معانتها فرصة كبيرة برشا صراحة الاستثمار الثنائي بنا ايه بحث على سبول الاستثمار ايه ايه وتحية للرئيسة السيدة رشيدة جبنون اللي كانت هي المؤسسة وهي لصاحبة المبادرة اه معانتها فرصة كبيرة برشا صراحة ان نوطل العلاقات بين الاثنين بين المجلس ممتعنا وفرصة للاستثمار كيف كيف ثنائي بين البلدين عمليا فعليا اه ب فما جانب اخر نحبو نحكيه فيهم بعد شوية انتي من اوائل الناس في تونس اللي نشطت على من 2013 اميرة كان مانيش غالطة وكان ناجح كبير وقت ومبعد توقفت لفترة ومبعد رجعت بش نحكيه على عالم الديجيتال ومش نحكيه على مدى تأثير الديجيتال وما يقدم من محتوي من اعلاميات او اعلاميين او ممثلين الناس المشهورين الكل في هذا العالم ومدى تأثيرهم على المجتمع وعلى متابعيهم نحجو بالموزيكا نسمو شوية موزيكا قاعدنا في القولد احنا لا نافش نسمو دفعين الكمدىون يوروك وراجعين حوارات نقاشات اخبار ربح عديد الفقارات دوسيات وبرش حكيات كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشر متاع السباح معي انا مارين بالقابي وكل الفريق صباح الديوين صباح الخير منك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانس متابعة لأهم مواضيع الساعة مرسلين من كل بلاسة ينقلوكم كل كبيرة وصغيرة على عين المكان منك نسمع الاميسيون نجيكم كل يوم اثنين للجمعة من العشر نص نهار معي انا هودر ورغمي على ديوانة فام مع بعض نصيف يحلى ديوانة فام صوتكم هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوانة فام نحكي وسياسة اقتصاد وكل مهم لبلاد ضيوف ومواضيع الساعة وآخر الأخبار والأحداث والتطورات معايا انا معز من غربية وكامل للفريق تابعونا في هنا تونس مثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين من نص نهار للماضي ساعتين ديوانة فام صوتكم سيف معنا اتس فان تايم وقية الفن والمهرجانات واقوة السهريات والبروغرامات استضافات فنية واهم الساخ تبعنا وعرف السهريات وين وخليك اين مع اوميما العياري وعفاث الغربي في فان تايم من السنين للجمعة من الساعتين للخمسة على ديوانة فام مع بعض نصيف يحلى ديوانة فام صوتكم ولدها وعندك في روحك ما تقول وتنجم تجيب ترحك ملتب عرامي الفوراتي في جيب ترحك برنامج سنباتيك كل عشوية جيك مثل للجمعة من الخمسة للسبعة متى العشية جو ديكالي ديجو لدي في ملتب ترحك وخليك معنا ديما برانشي ملتب ترحك البرمجة الرياضية في الصيف ما زالت متواصلة من الثنين للاحد من الثمانية للتسعة متعليل الرياضة الوطنية والعالمية أخبار الميركاتو وتحذيرات الأندية التونسية ريكاب الأهم المستجدات والاكتوليتي في كل الاختصاصات ملعد المشتك في الصيف في سبوغ باي ديوانة فام ديوانة فام مع بعضنا الصيف يحلى في صيف المزيدين موسيقى المزيدين المزيدين التونسية المزيدين 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 الراديفوني مع البلغ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة تشاكنها وعنديها ومعنديش هاني مشي تدروينها وتيك توك سيعة صراحة عالم خطير صراحة بنيت صغار ولاي صغار لي معنطا انا نشوف اللي لازم فما رقابة ما الدولة خاطر الدولة في الاخير هي مسؤولة عكا تصويرا متاع تونس لحلوة دبيك ينجموا يتهموك وانك تدعو للصنصرة لا مشي صنصرة اوقت لك فم فرق بين الحرية حرية التعبير حرية الاعلام اللي انا معاها اما ما تدخلش في الابتذيل ما تدخلش في حاجات ما تجيش مع انتها فهمت خطر باوقتك بتفسد شريحة كاملة من مجتمع وتفسد معاها كلمة سارش ديجا كلمة سارش ديجا اي اي هو ساير للماء ساير للماء تخمم برشا قبل ما تهبط اي محتوي قبل ما تنازل اي صورة مكش منهو علي ميت صورة في النهار ولا ميت ستوري في النهار تنجمت عدي نهار زوز ما تهبط حتى شيء اميرة يمكن لانو تأثيرك كبير برشا مثلا عندك اكثر صورة عاملتنا بغدو جيم في الانستغرام مية وعشرة لاف هي صورتك في العمرة هي اكثر واحدة عاملت نو بغدو جيم الموين جنرال بالنسبة ليك اه لصور اربعين الف اه دونك اكثر الصور اللي تفعل معها الجمهور زيدا صور بناتك اميرة الام الموين متاحهم ثمانين الف تحية الغازي بالقيد هو استجهر متاعنا فتاكي الاصطناعي المغرض معنا ليوم مسيس خليته يرتاح ما يبعث لي الارقام دونك الناس المجتمع ربما العربي اللي تبع فيك تونسي وقلا عربي الى جانب منه مجتمع محافظ يحب الام صغار يحب صورتك في العمرة واللي سنة شفنا زيدا حاجات اللي عملت برشا بوليميك في علاقة بالمؤثرين والمؤثرات اللي مشاهوا اعتمروا من تونس هو مش كان من تونس معنا حتى من دول اخرى معنا سارت فما تجوزت وعلى ديك اسمعنا اللي السعودية منعوا انه يتصوروا جنب الكعبة الشريفة صحيح معنا كي ما قلت لك انا كل ما تزيد اغزر كل ما تزيد عام الانسان بتبيعت وهو يزيد يرزان وزيد كل ما تزيد تتعرف تزيد مسئوليتك تكبر حسك بالمسئولية يكبر تقول اينا معنا تاليوم كي مش نهبط تصويره منيش نهبطها تصويره واحدي معنا تاليزم نخمم في هذيك المتاح هش نوى على العبيد معنا تالي مش خاطر واحد خوف من العبيد ليه بالعكس خوف على العبيد ما نحبش انا نهبط حاجة كالكو سوال كونتونيو معنا تالي نقلق به العبيد خاطر نعرف لي العبيد تبعني وتحبني وتتأثر بيا غير ما هو ايه باي بش نمشي معاك البعض الاسألة حكا جاوبني بسرعة ما غير ما تخامم يا سيكر حابو ندخلو شوي الى داخل اميرة الجزيرة شان القيمة الاهم لأميرة الجزيرة القيمة الاهم الاحترام عليش خطرت الاحترام بديت خطر الاحترام هو اسس كل شيء ان كان في العمل او في العلاقة زوجية في الحب وحتى ايه بانشي معنا نفضل انه شخص يحترمني وما يحبنيش على انه يحبني وما يحترمنيش صراحة خطر ما تتعبش كيف ده شخص يحترمك ويعرف وهو انسان محترم يعرف يحترم الناس مع ده مو شكلة ما تتعبش معاه انسان يحبك وما يعرفش يحترم تتعب معاه ما زلت تؤمن بالحب اميرة؟ بانشور الحب كيف يقولوها هي منبع الحياة لازم الحب لازم بلايش حب انا جو فونكسون با صراحة الحقيقة انا منيش انا انا من ناس اللي الخلطت متاعي كما يقولو قليلة جدا علاش خاطر ما نجمش نخالط عبد انا منحبوش معتكو ستوى صديقة ولا ما انت حتى قريب لي فهمت حتى في العمل يلزم فما مينموم متاع محبة جاه الناس اللي تخدم معاهم؟ اه في العمل لي بعمل ما هو يفضل انه يكون باش تكون يكون الجو مرتاح انت تعرف متى في العمل باش يكون الناس كل مرتاحين ولكن كما تلقاش مش مشكل كامل تخدم العمل لديك حاجة اخرى شون لي تبدل بين اميرة قبل الامومة واميرة بعض باش حاجات باش حاجات اول حاجة تبدلت الصبر انا كنت منصبر الجملة توليت صبورة جدا قدرتك على العطاء تكبر ما تتولي قابليتك للعطاء اكبر تتخلى على الانانية تتخلى عن انا شنو اقبل تولي توخر انت في الدرجة الثانية فما شكون جاي قبلك شنو الاخر حسيت روح يرزنت بعض الامومة شاب ميوغي ام نوتش فاهمة بارشة تبدلت اي اي تبدلت اه شكول خذلك من الاصدقاء بارشة بارشة خذلوني بارشة خطر انا كي ما قلت لكم مع انتا ما نقرب عبدالر اني حبيته كي نحبه انو ولي مع انتا صالميت مع انتا نحبه الشخص وننثق فيه ونعطيه ونعطيه ومن نفسي ومن وقتي ومن فهمتش نوام سمحت? اه جاوزت? لا 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 صراحة لا 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 يخونك مع انتا اخينا مع انتا اضرك لا 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 لو يرجع بك الزمان مثلا عشرة سنوات شنو تغير اميرا؟ عشرة سنوات دميل تخيز دميل تخيز ادي دات انتي شديت ها؟ والله ليه والله بصد والله اه شنون غير فما سنوات انا ضيعتهم وقت ضايع ما كنتش منتش فيه ما انتجتش فيه صراحة اه ربما استحليت الامومة والزواج وكل فبركت شوية اه سنوات ضايعه من عمري كنت نجم نعمل زوز ما شاء الله هاني توا ام كيف كيف ونعم في الزوز او مستقلة وتعمل في الزوز وي هكا ولي مع انتا تجيبو الفيغ اما ربما انا وقتها مزلت صغيرة وفهمت وتجيت تجيتك الشانجمان كبير فخيارت اني نترك العمل ولكن غالطة اه اميرة الام شنون تقول لها فرحانة بها فرحانة بها فرحانة بها انا ام اه كي ما نقوله ماما بول نحب صغاري برشا صغاري مون ما دوروا معايا وكيف ما قلت لك وصلت مع انتها وقفت اه العمل اللي بتاعي موني شنيد ما صراحة معانا ما مع انتها كن اه كبست على روحي لاني نجم في نعمل زوز خطر ديك وقت ضايع من حياتك في الاخر اه اميرة الام نقول لها نقص شوية ملحنين ومالتعلق بوليدك خطر ياسر 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 اما نحب امو ربي فضل امو ربي فضل صغار الناس كل اه نعمة من عند الله الحمد لله وربي يرزق لي مزين ما جبش صغار ان شاء الله اميرة البنت اشنون تقول لاما الاميرة البنت نقول هنحبك برشا امي خطر كان مجيتش هي خديت منها برشا امك انا خديت منها اول حاجة هكا شبه هي كي كنت صغيرة ما اسمها ليلة كي كنت ليلة صغيرة كي ما تشوفني انا توا خديت منها برشا خديت منها برشا حاجات مع انت شخطوه المبادئ والقيم اللي ربيتنا عليهم والدين مع انت اللي علمته اللي مليانة صغيرة وكل واخديت من شخصيات اخرى مع انت موجودة في عائلتنا اللي انا نحبهم ونعزهم برشا اشت قلها امك قلها نحبك برشا وربي فضلك لنا وورك غالية تقدمها على ريوسنا نسكل نختم معك اميرة بناصيحة او مثل او قيمة تحب تربي عليها بناتك وايضا توجهها لكل متابعينك انا والله مش نصيحة بنات نحب ربيهم على القواعد والقيام اللي تربيت بهم انا اللي هما معانتها دين او الحاجة بمركزة اولى ثانيا المجتمع والثقافة متاعنا اللي هي عيب وما يجيش وحد خطر احنا ننتقدوه ربما ولكن فيه بارشا صحيحة ديك ومهما معانتها تغيرت الحياة ومعطيت الحياة والانفيرانمون اللي تفواجه كي تكبر يقعد لك الباز هذيك اللي هي باز مهمة انا حاجة بركة نتمنىها لبنيتي انه ربي يحبهم وربي يحظهم برعايته اللي انا شفت في حياتي الحمد لله ان شاء الله ربي يقعدو ديما بخوتجي من عند ربي يوقهاو يا ربي امين مخسي بكو نوارتنا ببرشة برجة اني رجال زيدي فانتده نشوفك في مشاريع اخرى تعمل اخرى وديما طموحة وديما القدام ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم الصحة ويعطيكم الصحة الكامل اكيب ديوانة فيم يعطيكم الصحة ولسيدة المستمعين وان شاء الله نشوفكم في لقاءات اخرى ان شاء الله مخسي بكو احنا ككون وصلنا الاخر الحلقة منتعنا مش نقعدو معا تيك نيوز ونعطيوكم موعد إن شاء الله نهار الاثنين كمال عادة من ماضي ساعتين الخمسة ديما على ديوانة فيم مرسي بوكو ناديا بالحاج علي عرعود إيناس عالوي وشكور كاملة معنا هو ديجيتال حسيم يحي خطري توضيخ ولا حسيل وفايقهولي شوية حسيم بقيت متابعة طيب كل برامجنا على ديوانة فيم باي باي